السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نتقابل كمان مرة مع ترايف وعجائب في مصر انا عايز اقول كلمة بس في الاول على اسم محدش يزعل مني انا الكلام ده موجهوش لحد انا الكلام ده بوجهه بس للناس ان هي بتعمل غلط يعني انا لست صلح من نفسيها انا ماتنقدش حد انا مليش في الماضي اني حصلتت لي فانا باتكلم فيها مش اكتر يعني انا رغم ان انا عايش برا ما بيشوفهاش برا بس انا بحبش ان انا شوفه في بلدي بس هي العملية ان الحكومة او اللي الرئيس ربنا يخليه لنا ان هو بيحاول ان هو يجدد ويحسن في البلد وكلام من ده وعايز يخلي مصر احسن بلد في الدنيا بس ما فيش مساعدة ما فيش الناس فيه ناس بتشتغل وناس بتجري وناس بتعال كلام من ده وفهم الوضع وناس بتخرب وناس بتلمس بالها وناس كلام من ده يعني انا موقف من المواقف نزلت برضه واجهزة في مصر وكلام من ده وقاعد في البيت عندي في منطقة ده منهور مثلا قاعد هناك كويس في حدود الساعة 12 كده بالليل 11 ونص 12 بتسمع قنابل قنابل لا حصرة فيه ما تعرفش اتنام كل واحدة او واحدة الله اعلم بقى امين لامم كيس لمغز زبالة مليان طول النهار اللي هو عامله ويروح من 3 رابع دور ورميه في الشارع تبوه ده يعقل لا ينفعش تبوه ده كلام هو مثلا ما يفكرش لقدام واحد مثلا اللي هو برميدة الزبالة اللي بتترمي دي بترجع بعد كده بعوت نموس كلام كتير جدا فيروسات بيخلي البناء الادم في مصر مثلا بيبصت لايه 145 سنة من من وباء كابة دي وباء مش عارف ايه وباء مش عارف ايه وباء ايه كلام ده كله منين اللي تنضافة فالنضافة دي بيتخلي البناء الادم لازم يحافظ على نفسه مهما كان حتى يخسل يدي كلام من ده مش مشكلة عن موضوع الكورونا نحنا منتكلم عن الموضوع اللي هو بينتج الكلام الوبائي يعني مثلا لما انا امسك كيز زباء لغرمي في الشارع في اكل وفي تنضيف فراخ وفي مش عارف ايه كلام من ده ما الكلام من ده لما يعفن بيطلع وباء الوباء ده بيجي في العالم الناس بتتنفسه بيجي الزباء مثلا يكون نموس بيكون دبان الكلام من ده بيقرسك ما الكلام من ده بيقف على الوساخة دي بيجي لك انت في البيت تاني بس بيجي لك في البيت بحاجة اوسخ بحاجة العن وباء فاهمني فهو بعد كده بتاعي بتروع لدكتور وبتدفع فلوس وكلام من ده كله طب ليه ما تنزلش تاخد الكيز ده ما تحطوش في جنب تشوف لك حاجة كده موجودة مثلا صندوق وكلام من ده والمي في انا عرف ان انت لما تلمي في الزبالة بيقى واحد بتاع عربية معها تروسيكلي ولا مش عارف معها ايه يمسك الزبالة يقطعها وياخد منها الوراء وياخد منها الحاجة ورميها في الشارع ودي ظاهرة كبيرة جدا في مصر ينزل يمسك الكيز حتى لو كيز مرموم ما تقاطعش من الهبد الهبد ده يمسكه هو يقطاعه ويرميه في الشارع ويعمله ويفرقه ويشوف ايه اللي ينفعه ياخده ولي ما ينفعهش يرميه في الشارع ويمشي طبعا دي ظاهرة طبعا سيئة الناس طبعا ده كله بيجيب امراض والامراض بيضبها فعلا منحكس على البناء ادم بتدفع لها فلوس اكتر من الزبالة التي تلميها في الشارع انت لو تحافظ على الزبالة دي وتلميها في مكانها المعين عمرك ما تحس ان انت مثلا مريض ومش هتروح الى دكتور ومش هتصفرت مصاريه فقد كده ومش هيجيلك مش هيجيلك مثلا امراض ولك كلام من ده دي حاجة تانا حاجة نزلت اسكندرية مرة مش مرة انا بنزل كتير يعني دبوس تلاقي الشواطئ اللي مخصوطة مخصصة دي هتشهدت اللي فيه بخمستاشر وفيه بخمسة وسبعين وفيه بمية وخمسين وفيه مش عارف ايه كلام من ده جميل اصعار حلو ممنعناش حاجة على اصعار هنا متكلم على الخدمات اول حاجة الخدمات سفر تخش للشاطئ حمامات سيئة جدا مفيش حد مكان للتغيير النساء العادي للرجالة برضو المية طب ما دي فيه مية انت بتحطط مية والمية دي بتنسل على طول ما المية دي خسارة ما دي فعلا خسارة لما البلد بتتعب في موضوع المية وفتحها وتكلفها تبوس تلاقي واحد من ده فتح المية دي ليل ونهار كويس طب انفلها نجيبك حنافية تانية اعملها وفر اعمل الكلام من ده مفيش الكلام ده مفيش توفير ايه مثلا تخش تدفع التذكرة تخش على الباب يعني حضلك التربيزة اللي انت بتعمل وانت بحطة خرجة كده في ايدك في ايدك وكلام من ده بيهيو اللي بينظف دي بينظف دي بينظف دي وممكن بينظف بايده ويقولك تفضل اقوضه وكلام من ده ويمديلك ايده يعني ايه فين الشاي بتاعنا وفين البقشيش بتاعنا طبعا شاي ايه بقشيش انت عملت حاجة اما انا ضافع فلوس يعني انا ضافع الانترس بتاع الشاطئ وانت عايز كمان تفردلي البتاعها بتدفع مدفعني على فلوس ازاي الكلام ده اخش على الحمام حمام زي الزفت سيئ جدا مفيش توفير لقاء حاجة فيش كبينة حتى الخلق الملابس للحريم مثلا والرجال عادي هي المشكلة يعني في كل حتة في العالم لما تخش اي شاطئ اي حاجة تخش حتى حمام سباحة يبقى عندك كبينة الكبينة دية للحريم وكبينة للرجال وفيه كمان زي الليبة بتحط فيها الحاجات الخاصة بتاعتك بمفتاح وتتخلص يومك كلام منده جميل جدا وبعد كده تتلع بتفتح اللوكر بتاعك او الحاجة بتاعتك او المكان بتاعك او اسمها ايه بالموبل العربي المهم الدولاب السوائر ايه الدولاب ده تفتحه وتاخد هدومك وتغير وكلام منده بمحترم ومؤتب وكلام منده ومعاك كل حاجة وتمشي لكن الشواطئ للاسف زبالة الناس بتتعمل هناك معاملة سيئة جدا كان انه مثلا بيشتريك او بيقولك انت ايه انت مثلا جاي وديني ما بيقولكش مثلا اتفضل ولا كلام منده وعايز يمدي ايدو طبعا دفعهم او 50 جيني او 75 جيني للفرد بتوصل انا ادفع تذكاره من غير خدمات تيجي ازاي حاجة غريبة والامور دي في كل حتة مش مثلا في الشواطئ بس ده هنقوله في فيديو تاني برضو عندنا بعض المشاكل برضو في الموضوع الزبالة او برضو كلام منده مثلا تحب ان انت تروح اي مكان تلاقي الزبالة جنبك يعني انا موقف من مواقف واحدة جنبي قاعد على ترابيزة جميل حدت الاكل او الموض حدته في كيس كنت جميل والله تغيرت شوية بعد الكلام ده كله مكالته خلاصت بعدها وهي ماشى راح تمسك الكيس على الترابيزة حاجة غريبة جدا على الترابيزة وخدت الكيس وحطته في الشمطة ومشت يعني شئ سيئ تم ادروحي ومشت حاجة غريبة الشكل حاجة غريبة حاجة غريبة يعني تحس ان البناء هذا غريب يعني انا هنا في اوروبا والله العظيم يعني انا مقارنش اوروبا بمصر بس مصر احسن من اوروبا هو العالم لو ينتظم وينتظم بالقوانين البلد والنظافة هكون احسن من اوروبا مليون مرة يعني انا هنا في اوروبا تدور على ورقة في الشارع ما تلاقيش والله العظيم لو انت مثلا بتتكلم في تليفون وكلام من ده ومعاكش ورقة فاضية عشان تكتب رقم ولا كلام من ده ما تلاقيش ورقة في الشارع لكن في مصر تلاقي مراكز ورقة في الشارع يعني الناس بتاكل تلمي الحاجة في الشارع بتشرب سيارة تلميها في الشارع ده كلامنا كله طبعا خطر خطر جدا على البيئة وخطر على الناس الناس مش عارفة حاجة يعني التوعية قليلة جدا في مصر وده شيء خطير لما الواحد يبقى عنده حتى في المدارس في المدارس لما يكون في عائل طفل بتأسسه النظافة بتكون اول شيء اول شيء في الوجود لازم تكون النظافة التنظيف والحمى والكلام من ده لازم يبقى فيه كلام من ده لازم يبقى فيه توعية في المدارس لازم العائل في المدرسة بيقين في الحوش يمسك السندويتش بتاعه يأكله ويمسك الورقة بتاعته اللي هو حط فيها المياه وبرضه في الحوش معلمه يقول له ده تترمي هنا زي عندنا هنا في الظبط الناس طفل صغير استحالة استحالة في المدرسة لا تترمي في الشارع عندما تترمي في الشارع تتعامل اوباء والاوباء تتعاكس على البناء ادم او تتعاكس على الشخص بامرات والامرات دية تتكلف البناء ادم وتتكلف الدولة في روس طيلة لان المرض يروح لدكتور يروح مستشفى بتعمله علاج بيحدوا من المصاريف وبيعملوا اقتصاد لهم في البلد حتى الزبالة بيكتصدوها الزبالة بيكتصدوها ان هم بيحطوها في اماكن معينة زي مثلا عندهم الورق الاوراق بتتحط في مكان معين الاساس في مكان معين البلاستيك في مكان معين الزبالة المخلوطة في مكان معين فده بيسبب لهم ما بيسببش بقى هو بيسبب لن احنا في مصر طبعا ازعاج في كل حاجة في الطرق في الدنيا كلها هتبصت لايك كباري الجناب راملة وساخة مفيش حد بيشيل حدش بيعمل بس لما يكون الرايس معدي ينظفهم لما يكون حد معدي يعملهم فده شيء يعني فهنا نسيق هنشتغل في موضوع زمان بتاع المبارك لما نكون دخلنا يخش مدرسة ولا يجي بلد يتحط له ورد وزرعة ومش عارف ايه يمشي من البلد تبص البلد أو من اللي هو كان معدي فيها يعني هو كان مزبط الدنيا وحضرت اشجار وعادت كلام منه بيخلى على اشجار تاني عشان يرجعها لانها عهدة كويس ويبوز البلد طب سيبها انت مزبط البلد ومروعها لما يجي حد مسؤول لازم يزبطوا البلد ويزبطوا المكان ويزبطوا الدنيا على اساس المسؤول يجي مفيش ضمير مفيش ضمير يعني المسؤول يندحك عليه بيجي اي حتة بيزبطوا بيزبطوا البلد ينظفوا يلونوا يعملوا فين الكلام ده مغير ما يجي اي حد ما لما كون المكان ده موجود على طول مش محتاج تعمل حاجة يعني انت لما تروى او تنظف كل مرة او كل مثلا شهر مرة او كل اسبوع مرة عمرك ما انت مستني ان انت لما يجي مسؤول من المسؤولين ان انت تنظف وراي او تنظف نفسك او تنظف البلد او تحط زرع ما تنظف هاتول وراوة مش عيب نازم بفيه رقابة رقابة عن الناس دي وعن المسؤولين المسؤولين للأسف عادي في مكاتبهم ما بينزلوش يعني الرئيس ربنا يخليه بينزل في كل حد بيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويمشي ويبص وكلام من ده لان اعرف ان لو لو غمد عينه هيتسرق لو غمد عينه البلد دي مش هتمشي كده لان الناس كسلانا الناس ما عنداش وضع ما عنداش اهتمام الاهتمام عندهم ضيق ليه انه دار على كده الفترة اللي فاتت كلها قبل المرئيس يجي وكلام من ده اللي قابليه واللي قابليه واللي قابليه ما كانش بيهتم والناس خلاص خدت يعني كسلت على كده هو هي البلد كده هي البلد كده مش هايزين يطلعوا بيها فدلوقتي لما تلاقي حد يطلع بالبلد وينظف نفسه وينظف الامور وينظف البلد وينظف العالم ويطورها ويخلي فيها تطور تطور احسن من التطور اللي ما كانش فيها تطور اساسا لما اطور التطور ده لازم البناء ادم يقف جنبه ويقف خلف خلف الرئيس بتاعنا ان هو ينظف لو شاف ابنه بين مورا في الشارع يضربه يقوله لا كده ما ينفعش حده في الزبالة هيقولك اتحطت سلدين زبالة والناس قد تعمل تفهم خلل يعني ايام مبارك كان جاء بشركة ايطالية قويس تعمل تعمل تنظيف للبلدة حطت لكل واحد بتاع بلاستيك عشان يحط في الزبالة وتيجي العربية تشيله الناس بتاخد الحاجات دي تحطها تعمل فهم خلل بتخلل فيها واللي يحط فيها مش عارف ايه يعني فيه تخلف كبير فلازم التوعية للناس لازم تفهم العالم انتو بتعملوا ايه ولازم واحد اتنين تلاتة ونتقابل المرة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد احنا انا عاسف جدا ان انا بتكلم الكلام من ده انا بس بتكلم الكلام من ده حرقة على البلد حرقة على الشعب او المصر الجميلة ايه نرى عدد الفتحات الريز يقوم بعملها في الأسوار وفي الهدى كلها في مصر وفي القاهرة وفي العالمية في كل حتى انا رأييي البلد تطور فوق الوصف جميل مصر يكون احسن البلد في العالم لكن اهم شيء نقف خلال الريز لنظف نوعي العالم نوعي الاطفال نوعي نفسنا البيت اهم شيء في البيت لازم يقع ابنه بتلميش حاجة في الشارع لو رأيت حتى يا رجل انا كنت بنزل والله العظيم انا ما بنزل يعني مثلا في اسكندرية على الشاطئ مثلا واحد شرب سجارة ورمل العربة السجارة جنب البحر في البحر من البحر تبدأ تتلوص تلوص البحر والبيئة مثلا تبص تلاقي الملاده مقعد على صندوق على زبالة في الارض ومش في الماخه في المحلات يكنس المحل ويسيب الزبالة قدام المحل قال انت عملت ايه ما هترجع لك تاني ما تلمي الزبالة دي في كيس وربطه وحطه على جنب حطه في صندوق الزبالة حطه على جنب حطه على جنب حطه مقيم الزبال ياخده مثلا مفيش تفكير تفكير سيء جدا يعني شيء للأسف وأنا رجاء للشعب المصري وكل واحد مصري يعلم ابنه ازاي يحافظ على البلد ويحافظ على النظافة البلد جميلة ونتمنى ان هي تكون اجمل واجمل ومتشك جدا وان شاء الله معدنا مع فيديو جديد وشكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته